إذا كنت طالباً، ستفيدك هذه الطرق البسيطة لتجعل يومك منتجاً. عادة ما يقول أن بداية الشيء دليل على نهايته، وأعتقد أننا نتبع هذه النظرية كثيراً حين نستيكز على خبر سيء على سبيل المثال، فإننا نظل منزعجين لباقي اليوم. وبالمقابل لو فتحت عينيك على خبر سعيد وصلكة أو رسالة جميلة من أحد الأشخاص الذين يعنون لك الكثير، فإنك ستجد اليوم مبتسماً، متفائلاً وسعيداً، وعلى استعداد للتجاوز عن أي شخص يزعجك أو يحاول استفزازك. لكن هل علينا أن ننتظر دائماً العوامل الخارجية التي تحدد ما هي يومنا الدراسي؟ أعتقد أن هذا صعب للغاية، لكن هناك بعض العادات البسيطة التي تساعد يومك أن يكون منتجاً ومليئاً بالنشاط. إن بدأت بها ستجد أن يومك بات أفضل. أولاً ضع لنفسك عادات صباحية جيدة. واحدة من أفضل الطرق لبدء يومك هو الحصول على وجبة صحية على الإفطار حين تستيقظ. ولا تؤجل الإفطار لوقت متأخر، لأن ذلك سيمنعك من التركيز في الوقت الصباحي بسبب انخفاض السكر في دمك. ويمكنك أيضاً إن استطعت أن تسير ولو لربع ساعة من الوقت في طريقك إلى الجامعة. فالهواء الصباحي يساعد على تنشيط العقل والدورة الدموية. ثانياً تحديد الأولويات مهام كثيرة وأمور متعددة سيكون عليك القيام بها خلال اليوم. وربما تفاجأ في الجامعة بدروس لم تزاكرها أو أبحاث نسيت أن عليك تقديمها. فتجد نفسك تائهاً وغارقاً في بحر من المهام ولا تعرف كيف تخرج منه. البداية تكون من الصباح اكتب كل ما عليك القيام به خلال هذا اليوم ثم قم بترتيبهم حسب الأولوية والترتيب الزمني المحاضرات والدروس وغيرها يوجد تطبيق اسمه خطة الأسبوع يساعدك في تحديد أولوياتك في كل أسبوع من خلال إدخال كل ما عليك القيام به مما يساعد على خفض مستوى التوتر لديك وارتفاع مستوى الإنتاجية في العمل ثالثاً التركيز على شيء واحد في وقت واحد واحدة من أكثر الأسباب التي تقلل الإنتاجية هي الشروط وعدم التركيز الزهني كالفوضى الداخلية أو الأفكار الكثيرة التي قد لا تستطيع التحكم بها والألعاب الإلكترونية التي تجعلك تترك كل ما تفعله ومن المهم جداً عدم الانشغال بعدة مواد تزاكرة في وقت واحد بل التركيز عليها بالترتيب ولا تبدأ بمدة قبل الانتهاء من الأولى وإن عجزت عن فهمها فمنح نفسك استراحة منها كي تستعيد تركيزك رابعاً أخذ فواصل مهما كانت قدرتك على التركيز مرتفعة فإن العقل سيصاب بالتعب والإرهاق حين تواصل المذاقرة بدون استراحات لذلك من الأفضل أخذ استراحات مستمرة كل فترة يمكن أن تكون الدورة عبارة عن خمسين دقيقة مذاقرة وعشر دقائق استراحة وكلما أتممت أربع دورات منها تقوم بأخذ استراحة أطول هذه الاستراحة هامة جداً لراحة العقل والجسم الطريقة الخامسة إدارة الوقت بشكل فعال عليك بتسجيل كل ما تفعله بعد رقيام به ثم النظر في نهاية اليوم إلى الوقت الذي كان منتجاً لديك والوقت الضائع ويساعدك هذا في فهم طبيعة أعمالك والأوقات التي تستغرقها للكيام بها والوقت الذي يتبقى لديك وهناك الطريقة الأسهل من خلال بعض التطبيقات التي تنبهك عندما يكون لديك وقت فراغ وعندما تكون منتجاً ويعطيك خطاً بانياً بهذا مما يساعدك على أن تقوم ببعض الأعمال خلال أوقات الفراغ مثل كراءة الأخبار والاستماع إلى الملاحظات الأمور التي لا تحتاج إلى تركيز منك أما الطريقة السادسة والأخيرة كافئ نفسك وراجع ما فعلت لن تكون كل الأيام متساوية في الإنتاج ولن تحصد دائماً نتائج مرتفعة لكن مهما فعلت من الجميل أن تكافئ نفسك في نهاية اليوم وتحتفل بما أنجزته فهذا سيرفع مستوى التحفيز لديك ويساعدك على زيادة الحماس لليوم التالي فنظام المكافأة حافظ لا يصدق بالإضافة يجب عليك مراجعة ما فعلت وما لم تفعل كي تعيد برمجة يومك وتحصل على نتائج أفضل وتعطي عقلك الوقت لإزالة التوتر والتخلص من الضغوطات وأخيراً فإن بعض الأمور تكون بسيطة لدرجة أننا لا نفكر أنها قد تغير شيئاً ما في حياتنا لكن العادات الصغيرة تصنع نجاحات كبيرة دائماً